اشتركوا في القناة الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ليثبت عقيدة الإيمان بالغيب فإذا طلبنا أن نمسح الغيب وأن نطلب معجزة مادية بنسبة مئة بالمئة فنحن أصلا ننقض الغرض الإيمان الاستسلامي تحت وطأة معجزة قاهرة لم يقبله الله سبحانه وتعالى ولذلك فإن فرعون لما رأى البحر انفلق كالطود العظيم في معجزة مادية قاهرة وآمن لم يقبل منه إيمانه فرعون قال آمنت ولكن الله ما قبل منه إيمانه الإيمان الاستسلامي وكذا وهذه الإنشائيات طبعا المعجزة طريق من طرق إثبات الإيمان ما بتسميه إيمان استسلامي وأن فرعون الله ما قبل منه لأن بالمعجزة آمن لا لأنه ما آمن آخر لحظات حياته هو ما آمن هو قال والله يعلم بأنه لم يؤمن فما قبله بسم الله الرحمن الرحيم حقا إن الناس أعداء ما جهلوا قلت للشيخ بأن الإيمان الاستسلامي غير مقبول كما هو الحال في إيمان فرعون فوصف كلامي بالإنشائي ولم يرد بدليل بل بالاستغراب فقط وفقط الآن بما أننا اختلفنا فليكن الفيصل بيننا هو قول آل محمد عليهما السلام ولتتعرفوا على ما عثرت عليه في جعبة هذا الشيخ السؤال هل إن فرعون آمن أم لا حين رأى البأس في بحار الأنوار في الجزء السادس روي عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال قلت للرضى عليه السلام لأي علة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده وقد آمن به وأقر بتوحيده الآن الإمام الرضى لا ينكر هذا القول يقرره ويجيب يقول لأنه آمن عند رؤية البأس الإمام الرضى يقول لأنه آمن لكن متى عند رؤية البأس والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول وذلك حكم الله تعالى ذكره في السلف والخلف قال الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا إلى آخر الرواية العلام المجلسي في الجزء 64 من بحارف الصفحة 48 يعلق على هذه الرواية ويورد قول الرازي في تفسيره يقول فإن قيل اذكروا ضابطا في الوقت الذي لا ينفع الإتيام بالإيمان قلنا إنه الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب لأن في ذلك الوقت يصير المرء ملجأا إلى الإيمان فذلك الإيمان لا ينفع لأن في ذلك الوقت يصير المرء ملجأا إلى الإيمان فذلك الإيمان لا ينفع أيضا الإيمان الإلجائي يعتبره الشيخ الطوسي مؤديا لسقوط الغرض من التكليف كما صرح في كتابه الغيبة في الصفحة 19 حينما تكلم في مسألة الإعجاز القهري في حركة الإمام المهدي عليه السلام الآن نحن بين تفسيرين للآية الشريفة تفسير يطرحه الإمام الرضا عليه السلام وتفسير يطرحه الشيخ علي المحسن وقطعا أن الكلام المنافي لكلام آل محمد عليه السلام هو كلام باطل وتفسير بالرأي والهوى ليس إلا على أن تفسير القرآن بالرأي جرأ على الله تعالى ففي البحار في الجزء 92 ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله جل جلاله ما آمن بي من فسر برأيه كلامي وأيضا ورد عنه في نفس المصدر من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار إذن ما وصفه الشيخ علي المحسن بالقول الإنشائي وحاول تسفيهه هو كلام آل محمد عليه السلام واعتقاد علماء الطائفة فمن ياترى كان كلامه إن شائيا لا يمتل العلم بصلة أعتقد أن الشمس واضحة إلا إن كان العمى يضج في بعض العقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم